من المرتقب أن يحسم الناخب الوطني وليد الريكراكي بمعيى طاقمه في الرسم التكتيكي الذي سيعتمده في المباراة الثانية أمام المنتخب البلجيكي يوم الأحد المقبلي لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونيديا لـ 2022 بقطر وطالب مهتمون الريكراكي بالاستعانة بموسى الحبشي الذي كان مساعدا لمدرب بلجيكا روبيرتو مارتينيز ويشتغل ضمن طاقمه حاليا ويرى المهتمون بشؤون الجلد المدوري أنموسى الحبشي سيكون مفتاح الفوز على المنتخب البلجيكي باعتبار صانع أفراحه فترة اشتغاله ضمن طاقمه يشار إلى أنموسى الحبشي الذي يشتغل حاليا ضمن طاقم وليد الريكراكي مكلف بمهمة القراءة التكتيكية للخصوم ووضع رسوم تكتيكية مضادة لإبطال مفعول خططهم عبر تتبع فيديوهات المنتخبات ولاعبيها في فرقهم أصبح مكان نجم كوينز برز رينجرز إلياس الشاعر في المنتخب المغربي غامضا بعد تعرضه لإصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لبعض الوقت ويكتف عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي من مجهوداته لإعداد اللاعب لمباراة بلجيكا وكندا بعد تم التأكيد رسمي على غيابه ومن المنتظر أن يعقد وليدنا الراكراكي اجتماعا طارئا مع اللاعب الياس الشاعري والطاقم الطبي لتقرير مستقبل اللاعب مع المنتخب المغربي خاصة بسبب إمكانية الاستعانة بلاعبين جاهزين من قائمة المنتخب المغربي الأولي